اهلا بكم النهار ده مشان اللي هعمل اكله اه شيف صغير كده في العيلة ولا هيعمل معانا فلفل وبصل وطماطن اه دي طماطن دي مكرونة بالريد سوس وحتة كده شطة اه هدرب كل ده مع بعض في الخلاط ويننزل في حلة فيها شوية زيت اه هنا احنا كنا عاملين الكمية تلتة كياس اه مكرونة او اربعة هنا هي هتحط اه اتنين ماجي وملح وافل فيل سود اه هي بتحب البهرات جدا وكسبرة بس تلع طعمها حلو جدا جدا وشوية زعتر وشوية بهرات فراخة هنا حاطنا الميا المكرونة في مياه سخنة بنسلقها ميا فيها ملح وزيت بعد ما تسلقت بقى بنصفيها ونخسلها بميا عشان تبرد لان عندنا السلسة سخنة مينفعش نحط الاتنين سخنين مع بعض هنا هي تحط معلقتين هريسة شطة دي برضو اختياري بس بتدي طعم حلو قوي للمكرونة خلاص كده التسبيكة سبكت فانزت بيها على المكرونة وبدأت بقى تقلب لحد ما ده شكلها النهائي وكان طعمها حلو جدا جدا ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم باي باي